موسيقى المهم ندخل في صلب الموضوع مقيمة في طرابلس في ليبيا المهم نحن كعدد ما شاء الله في ليبيا من شرقها لغربها ما شاء الله عايشين معاناة في ليبيا اللي هي سوف نعطيكم من أولها وبعدين ندخلوا في التفاصيل المهم نحن طبعا من 2014 نحن عايشين في ليبيا من غير سفارة بدون سفارة عايشين في ليبيا من 2014 المهم في الأول لما خلاص بدون السفارة كنا نقول لهم الحق لأن كانت حرب شارثة في ليبيا وكانوا ميليشيات وكانوا 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 كنا نقول لهم الحق من 2014 إلى 2022 والسفارة مسكرة طبعا على أساس داروا لنا حلول داروا لنا حل ما هو الحل؟ الحل هي أن نفتحوا مكتب في رأس الجدير هذه منطقة في رأس الجدير هذه الحدود ما بين ليبيا و تونس هذه كانت مشيوليها بعيدة كانت مشيوليها وتشكل خطر كبير كبير و تشكل خطر كبير و تشكل خطر كبير و تشكل خطر كبير و تشكل خطر كبير حتى لنا ساعة و تشكل خطر كبير و لأن في وقت الحرب إن كانت بنت صغيرة و مسكينة لا تستطيع أن تتشكل خطر كبير و تنجا و لا تنجا و هذا حذر إلى 2014 دعوكم معي وحدة وحدة عام 2014 هي وحدها هي و الناس الذين اضطحوا فيهم كين الناس الخيبين و كين الناس الزوينين الله اعلم انتي و نصيبك و انتي و حضك والله العلي العظيم مني كان بغوان نشدوا طريق راس جدير إلا دين بالقرآن في الدينة و نقرأوا باش نمشي وسالمين و ننصل ديك البلاسة لأن مني كانت تبشي من طرابلوس لراس جدير كانت تدوزي على الزاوية هذه منطقة في ليبيا و الناس الذين يعيشون في ليبيا ستعرفوني ماذا نقول تعتبر منطقة خطيرة و لبعدها تعتبر أخطر يعني مني كانت تختم القرآن في الطريق لكي تصل إلى سالمة غالما انا لم تنعممش على الناس كلها لا نقول ليبيين كلهم خائبين ولكن هناك فئة منهم بعد ما تتوصل و تقولي الحمد لله أنا وصلت و سأقوم بوراقية لا تلقي القنصل ولا تلقي المسؤول لا تلقي المسؤول ولا تلاقي المسؤول ولا تلقي المسؤول لا تلقي المسؤول هذا شيء قد تصل لله و تتمنير الدفعي و تتمنير الدفعي مبالغ كي تلقي المسؤول المهم هذا القضية لا تقوم بمدة سنتين او حتى ثلاث سنين جاء هذا الوقت لا تبقى المكتب في تونس لان صارت مشاكل ما بالبوابة ليبيا وتونسية لديهم الحق كيف سنتدخل لحدود تونس وانا ورقية طايحة لا يوجد ورق طايحة لا يوجد شيء تزاوي كيف سنتدخل لديهم الحق دارت مشاكل ما داره؟ لا يوجد شيء مسؤول هنا والله العلي العظيم إلا الناس الذين سمعوني سوف يزيدون يشرحون لكم المعاناة أكثر لما تتمون كيف سنتدخل يمشي لما مات هنا؟ طبعا دارهم في المغرب يقولون لنا مثاكن نحن نصفتون لكم لكي تصفتون لنا الجد تندفنوها في المغرب و المسؤولين لكي تصفتون لكي تصفتون لصندوق كي تصفتون لصندوق كي تصفتون لصندوق من ليبيا لتونس المغرب ستكون مليادرة لكي تصفتون لصندوق لأن هنا يمكنهم أن يأخذوا حقهم و في تونس الاستغلال بشكل لا يوصف يمكنهم أن يأخذوا حقهم يعني و سنجمعون مغربة و نعطيه لكي تصفتون الله و لكن لا يمكنك يوصل لكي تدفن كانوا اضطروا أن نقوموا بأن يدفنوا في ليبيا و ندفنوه و من أول نهار تدفن فيه شخص تنسى لأن أنا واحدة من الناس لم يأتيني و لم أعرفوا و أنا غير جوني ناس قالوا لكي ينشي وحدين سوف تدفعوا في سبيل الله كتبش المراسم لأكثر و أقل من هذا النهار سوف تنسى هذا يجعلها على جمع و عندما تكون خارجة من المغرب تدفعوا خروج نهائي خروج نهائي يعني لا تدفعوا ليبيا و عندما تنسى تختم الخروج نهائي ما حال ما لديك في ليبيا إن شاء الله تكون مولودة هنا ما حال ما لديك تخلص الدرايب يعني إذا كان لديك باسبورك هنا و كانت صفارتك هنا تنسى باسبورك تدفع إقامتك تنسى باسبورك لا تدفعوا للمغرب لا تدفعوا حال لأنهم الذين لقوا لنا الحل تدفعوا لنا الدرايب أو يقول لك تخلص الدرايب بعد أن نعطيك خروج نهائي كل ما لديه مسكين القنصل دينا تعيطي لي في تونس هذا رقم واحد عطاه لنا من 2014-2015-2016 يرد عليك النهار اللي كان نجو و زوين راك يرد عليك النهار اللي ما لديه و زوين راك يرد عليك وبثاف 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 بثاف دي المعانات ما غاديش نقدر نوصف عليكم المعانات اللي كان عنوهم كان يريدون أن يسافروا على طريق تونس راك يتعرضوا للإستغلال كان يتعرضوا للسرقة والله العلي العظيم إلا شنطينا يتفتحوا و يحلوهم على طرحتهم و يقلبوا و يأخذوا و يعزلوا و يجعلوا لك اللي يريدون لما ستشكي لما ستشكي أصلا لما ستقولي في ناس خسرت الخدمة ديالي ليس منهم أنا أنا حتى أنا خسرت الخدمة ديالي بحكم باسبور طحلية بعامين ما يمكنش يقبلوني أنا ما عنديش لبطاقة شخصية لباسبور كيف شغي يقبلوني كيف شغي يعطيوا فيي اتقي هذا الناس أنا نخدم عندهم اتقوا فينا وجه الله شوفوا فينا شوية إن شاء الله نطيحوا في شي مسؤول تكون في قلبه شوية ديال الرحمة يا رحم هذا المشي أنا رغم غاربه هناك يعانيه والله العلي العظيم لو تشوفوا مأساة الناس اللي كيموتوا لهم والديهم و اللي كيموتوا أنا ماما مات أخوتها وماتت أمها ماما قدرش مشي لأن الباسبور ديالها طايح مالقينا مانديرو لتجأنا الحل الليبيين مشينا خلصنا الدرايب باش صافرت ماما علش ما تدخل السفارة علش؟ كاينين سفارات كاينة السفارة الإيطالية كاينة السفارة الأوكرانية جميع السفارات كاينين في ليبيا الحرب عليكم انتوما هم ما خايفينش على رأسهم را خايفين على رأسهم ولكن كيف يفكروا في الجاليات ديالهم طالبين منكم حتى شي حاجة طالبين منكم تضعوننا مسئول مسئول يكونك يخاف الله وهذا أصلاً هذا الشيء كانت أدرى لكم من 2016 كانت تدريه لم يبقى حتمعه من تواصلي من يدرون لنا الليبيين بارك الله وفيهم من يدرون لنا هذا الحل الذي يدرون خروج النهائي لم يبقى نشوفه حتى شي مسئول لم يبقى نشوفه حتى شي واحد لم يبقى نشوفه من تواصله مهمشين يا ناس بمعنى الكلمة في ناس وقفت أرزاقها وقفت خدمتها على الأوراق ما عندها شوراق ومستعدين يدفعوا أموال طائلة يا ناس غير يوصلوا للباسبور غير يوصلوا شي حاجة فتحولينا الخط فتحولينا الطيران من ليبيا للمغرب ماذا ندرون من ليبيا لبلادات الناس لكي نوصلوا لبلادنا وصلوا صوتنا يا الناس وصلوا رماشي أنا أول وحدة ولا تاني وحدة رأى المغاربة كلهم كيعانيوا والله العالية العظيم والله العالية العظيم ثلاثة مغاربة ماتوا بصاروخ الفترة التي فاتت سمعتوا بالحرب التي تحدثت ماتوا بصاروخ ثلاثة والله مع من أن تواصلوا مع من أن تفهموا مع من أن تواصلوا ماذا سنفعلوا ما سنفعله هم محروقين في المغرب ونحن محروقين هنا لا نريد حالة لا نفعله لا نفعله لا نفعله قطر الدفنية هنا مجهول لم يكن يقرأ عليه حتى صورة الفتحة وصلنا لي لماذا سنفعله لماذا فكرت لماذا فكرت لماذا فكرت ونعود لكم على المغاربة الذين يأتي ونحرقون ونحرقون هنا لكم لم تكن مسؤول بحقوق راح الآلاف مني هنا راح الألاف مني هنا متألموا ومتضربة والله لا هناك آنت بلادي لا داخله لكي تخلص بك الضرائب دعوا لنا حل وصلوا صوتنا ما شاء الله المغربة حتى هم ما شاء الله لما يدخلوا المغرب راج قول ماشي جاي من أوروبا راج قول ماشي جاي من أوروبا شنية أوروبا شنية أوروبا